وإلى البرصة المصرية حيث أنهت المؤشرات التعاملات على ترجوع جماعي وبضغط من تعاملات المثثمرين للأجانب العرب وبينما اتجهت تعاملات المصرية للشراء وخسر رأس المال السوقية 4 مليارات و200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642 مليار و400 مليون جنيه أما على صعيد المؤشر فقد فتح مؤشر إيجي إكتارتي اليوم عند مستوى 9697 نقطة ليغلق منخفضاً من نسبة 88% ومتراجع عند نقطة 9612 نقطة كما فتح مؤشر إيجي إكتارتي عند مستوى 1812 نقطة أيضاً وأغلق متراجعاً من نسبة 4% ومحققاً 1800 نقطة أما عن مؤشر الشركات الأوصال تقن إيجي إكتارتي فقد فتح اليوم عند 2680 نقطة متراجع من نسبة 72% ومحققاً 2661 نقطة من البورس المصرية إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية وسجل الدولور الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 18 جنيه 70 قرشاً وبالنسبة لسعر البيع 18 جنيه 81 قرشاً عن اليورو 19 جنيه 66 قرشاً وسعر البيع 19 جنيه 77 قرشاً نصل الجنيه الاسترليني 22 جنيه 88 قرشاً بالنسبة لسعر الشراء والسعر البيع 23 جنيه وقرشاً نبدأ بالدرهم الإماراتي بالنسبة للعملات العربية والذي حقق اليوم سعر الشراء وصل إلى 5 جنيه 8 قرش وسعر البيع 5 جنيه 12 قرشاً وأخيراً أريال السعودي وصل السعر اليوم إلى 4 جنيه 98 قرشاً وسعر البيع 5 جنيه وقرشاً وحيدا